بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين في لقاء سابق وقفنا عند النوع السابع من الضمير الذي يفسر بما بعده فقال الشيخ رحمه الله السابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر وهو ضرورة على الأصحي نكتب هذا الكلام ثم نشرحه بمشيئة الرحمن العلام يقول السابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر وهو ضرورة على الأصح قال الشاعر جزى ربه عدية ابن حاتمي هذا البيت من البحر الطويل وهذا البحر هو أول بحور الشعر طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل اختلف العلماء في قائل هذا البيت فبعض قاله أبو الأسور الدؤلي يذم أو يهجو عدية ابن حاتم طيب نعرب هذا الشطر يا أولادي جزى ربه عدية ابن حاتمي جزى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منعم ظهورها التعذر ربه دفاع الجزى مرفوع على مترفع الضم الظاهرة ربه مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر المضاف له هذا الضمير عائد على المفعول اللي هو عادي ابن حاتم ومعلوم عند النحات أن الضمير إذا عاد على متأخر لفظا ورتبة هذا لا يجوز فعندما وقع في الشعر قالوا هذا ضرورة شعرية يعني الشعر اضطر إلى هذا وإن لم يفعل ذلك ينكسر البيت فهو يقول الضمير المتصل بالفاعل أو جزى ربه فربه فاعل جزى هذا الضمير اتصل بالفاعل المقدم يعني الفاعل تقدم على المفعول لأنه ممكن الفاعل يتأخر عن المفعول وهذا جائز لأنه وإن تأخر لفظا فرتبته التقديم فأوجس في نفسه خيفة موسى طيب المقدم يبا هذا الضمير اتصل بالفاعل المقدم على المفعول وفي نفس الوقت هذا الضمير عيد على المفعول اللي هو عدي بن حاتم يعني فالشيء قال هذا ضرورة شعرية لكن إذن الضمير ربه مفسر بإيه أولادي مفسر بكلمة عدي بن حاتم لأنه دي عيد على المفعول هو دي المفعول يبا هذا الضمير عيد على هذا المفعول بقيت الشطر الثاني قال جزاء الكلاب العاويات وقد فعل طبعا معروف الكلاب التي تعوي معروف ما جزاؤها يعني الضرب والطرد ويقول لك وقد فعل يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب يعني لدعائه وقد فعل بهذا الرجل لذلك يعني ثم قلت الثاني العلم العلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف وهو شخصي إن عين مسمى مطلقا كلمة زيد زيد يسمى عندنا علم شخصي ما دل على مسمى بدون واسطة يعني يعني بدون واسط تكلم أنا أو هو أو أو أنت فهو يعين مسمى لمقل جاء زيد يعني يطلق على شخص معين لأجل هذا يسموه علم شخصي والعلم الجنسي اندل بذاته على ذي الماهية الماهية يعني الحقيقة فمثلا كل أسد يسمى أسامة وكل ثعلب يسمى ثعالة وكل ذئب يسمى ذؤابة إذن لا يطلق على يعني أسد معين وإنما كل من يتصب بهذه الماهية عن هذه الحقيقة يسمى أسد أو يسمى أسامة قال ومن العلم الكنية واللقب الكنية تبدأ بأب أو بأم يعني كلمة أبو بكر الصديق رضا الله عنه ورضاه أبو بكر هذه كونية لأنها تبدأ بأب كذلك أم كلثوم هذه كونية طيب كلمة الصديق هذا لقب فاللقب ما يشعر برفعة المسمى أو برضاعته يقول ومن العلم الكنية واللقب إذا العلم ينقسم إلى اسمه كونية ولقب فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم ولقبه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم طيب هذا ما قاله الشيخ في المثل نريد أن نشرح هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله يقول يقول الثاني من أنواع المعارف العلم وهو نوعان علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص عبارة عن اسم يوعين مسمى تعينا مطلقا أي بغير قيد بقية المعارف تعين بقيد يعني الرجل لا بد من قيد وهو دخول أل طيب كلمة غلامي ده معرفة طيب لا بد من قيد الإضافة الغلام أضيفت إليه المتكلم ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة بخلاف التعبير عنه بأنت وهو يعني كلمة أنت يقصد بها المخاطب كلمة هو يقصد بها الغائب لكن نلاحظ كلمة زيد دلت على مسمى بدون قيد ولذلك سمنا علم شخصي قال في التعريف هو اسم يعي مسمى تعينا مطلقا معنى مطلقا يعني ليس بقيد من القيود فلما قل مثلا كلمة قلمي أو كتابي هذا مقيد بالإضافة طيب نقول الأستاذ أو المدرس مقيد بدخول أل طيب كلمة هذا مقيد بالإشارة كلمة الذي مقيد بصرية الموصول لكن العلم الشخصي يدل يعني على تعيين مسماه بدون قيد هذا 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 قاله الشيخ طيب ثم بيّنت أن العلم ينقسم الاسم كما تقدم من التمثيل الذي هو زيد يعني زيد وكلمة أسامة بس زيد هذا علم على شخص وكلمة أسامة على كل أسد يسمى أسامة الذي يسميه العلم الجنسي وإلى لقب وهم أشعر برفعة كزين العابدين يبقلنا اللقب إما أن يشعر برفعة الشخص أقول مثلا زين العابدين أو بهاء الدين أو صلاح الدين شمس الدين كل هذه ألقاب تشعر بالرفعة وفي ألقاب بتشعر يا أولادي بالضعة يعني بالخصة والدناء لما أقول فلان بطة أو قفة فده اسمه لقب بس يفيد الذنب يعني وإلى كنية وهي ما يبدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب يعني يقول مثلا حضرة علي زين العابدين أين الاسم علي وأين اللقب زين العابدين فإن بغي حسب كلام الشيخ وكلام النحا أن يتأخر اللقب وتقدم الاسم أقول جاء علي زين العابدين ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني مفردين يعني ما أقول سعيد كرز سعيد دسم شخص وكرز دلقب بس يعني يشعر بالذنب يعني ونلاحظ أن السعيد اسمه مفرد يعني ليس مركبا وكذلك كلمة كرز اللي هو خرج الراع الذي يضع فيه الطعام والشراب كذلك مفرد يبجاز على كلام البصريين إضافة الأول إلى الثاني أقول جاء سعيد كرز أضيف الأول إلى الثاني يا أودادي طيب أضيف الأول إلى الثاني طبعا هذا جائز يعني ممكن وأجعل الثاني يتبع الأول أقول جاء سعيد كرز هذا جائز الإتباع على أنه بدل مما قبله يعني يعني سعيد هو كرز وكرز هو سعيد طيب أو على أنه عطف بيان يعني بيان من مقصود بسعيد اللي هو كرز قال وإن كان مضافين وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين يعني كلمة عبد الله وزين العابدين طبعا نلاحظ كلمة عبد أضيفت إلى لفظ الجلالة وكذلك زين أضيفت إلى العابدين فهذا يسمى مركب إضافي مركب إضافي يعني أضفنا الأول إلى الثاني إن كان إن كان المقصود عيد على من عن لس وعن لقب إن كان يعني لس اللي هو عبد الله يعني واللقب له زين العابدين كان مركبين مركبين تركيب إضافة يعني فهنا لا تجوز الإضافة بذل جائز قال تعين الإتباع وامتنعت الإضافة تعين الإتباع يعني زين العابدين يتبع ما قبلهم في الإعراب لما قل جاء عبد الله أقول زين العابدين رأيت عبد الله أقول زين العابدين سلمت على عبد الله أقول زين العابدين يبقى إذا كان الإسم واللقب يعني مركبين ليس مفردين يقول تعين تعين الإتباع يعني يتبع ما قبله في الإعراب وكذلك إذا كان متخالفين يقول مثلا جاء مثلا علي أو زيد زين العابدين فنلاحظ الإسم الأتى مفرد واللقب أتى مركب أو عكسنا لو عكسنا برضو نفس الوضع أقول مثلا جاء عبد الله وقل مثلا مثلا الأمين مثلا فهنا نلاحظ أن اللقب جاء مفردا والاسم جاء مركبا يبقى حصل مخالفة بينهم أيضا وجب تعين الأول للثاني يعني لابد أن الثاني يتبع ما قبله في الإعراب يعني رفعا ونصبا وجرا أقول جاء عبد الله الأمين ورأيت عبد الله الأمين مرتب عبد الله الأمين هذا ما قاله الشيخ رحمه الله ثم قال ثم قلت الثالث الإشارة وهو مدل على مسمى وإشارة إليه عندما أشير يا أولاد أقول مثلا هذا أخي هذا ده اسم إشارة للمفرد المذكر هذه أختي اسم إشارة المفردة المؤنثة قال ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنسى اقتصر وذانتان المسنة المرتفع يقول مثلا هذان أخوايا هاتان أختي في حالتين نصب والجر ناتب لي أقول رأيت هذين الطالبين وهاتين الفتاتين سلمت على هذين الرجلين سلمت على هاتين المرأتين في حالة الجمع هؤلاء تطلق لجمع الذكور والإناس قال تعالى هؤلاء بنات هن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي طيب يقول النوع الثالث من أنواع المعارف الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى ما دل على مسمى يعني نفترض أمامي شخص اسمه زيد لم يقول هذا يبقى كلمة هذا أن أشير إلى ذات مسماه باسم معين أشير إليه يبقى المدل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى تقول مشيرا إلى زيد هذا فتدون لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة إلى تلك الذات يعني واقف أمامي شخص اسمه زيد فأقول لمن هو بجواري أقول هذا أخي مثلا أو هذا يعني هذا المسمى بهذا الاسم يبقى هذا أشرت إلى الذات التي سميت بهذا الاسم وهو زيد أو عمر طيب يبقى ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى إلى هذه الذات التي سميت بهذا الاسم قال الشيخ الإشارة وهو ما دل على مسمى قد يقول قال طب الشيخ قال الإشارة يعني دي كلمة فيها تأتي أنيس قال وهو ما دل على مسمى يعني كأنه يريد أن يخطئ الشيخ كالمفروض أن تقول وهي اللي هي عيدة على الإشارة يعني فأجاب على ذلك الشيخ وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة إنما صح على وجهين سبحان الله يعني حتى لم يترك فرصة للقارئ أنه يعترض لا هو يريد الاعتراض ويجيب عليه وهذا من بسط العلم الذي آتاه الله إياه سبحانه وتعالى أحدهما أنما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس ما صار إليه التذكير منه يا سلام لما قال الإشارة وهو ما دل هو ما دل كلمة ما قلد لفظها مفرد فصار إليه التذكير يبقى لما قال ما قال شي وهي ما لأنه قال ما هذه لفظها مذكر فصار إليه التذكير يعني الضمير ذكر لأجل ما هذه لأنه لفظها مذكر يبقى قال وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة إنما صح على وجهين أحدهما أنما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير يعني ما هذه لفظها التذكير فلما كان الضمير هو نفس ما صار إليه التذكير ما هو عيد على ما وما هي كلمة هو فلما صار إليه التذكير لأنه اللفظ نفسه مذكر الثاني أن تقدر أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف على حذف مضاف والتقدير التقدير يا أولادي الثالث الإشارة يعني الثالث اسم الإشارة وكلمة هو عيد على الاسم المحذوف يبهينا في العبارة ذي حذف المضاف وأبقى المضاف إليه كقول سبحانه واسأل القرية أصواسل أهل القرية فهنا حذف المضاف وبقى المضاف إليه بعد الحذف فأخذ حكمه يعني طيب وذلك يسمونه في علم البلاغة الإجاز بالحذف وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي وخمسة باعتبار الواقع بيام الأول أنها إما لمفرد أو مسنى أو مجموع وكل منهما لمذكر ومؤنس طيب وبعنى الثاني أنهم جعلوا عبارة الجامع مشاركة بين المذكرين والمؤنثات المفرد المذكر له لفظة واحدة بس هذا إنما المفرد المؤنثة لا هذه هذه وهاته وهاتا هكذا قال الشيخ يعني أرغم أنه في الفيتم المالك قال بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الأنسة اقتصر اقتصر على الأنسة بهذه الألفاظ قل ذي وقل تي وقل تهي وقل تا كل هذه إشارة للمفرد المؤنثة ولتفنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا وانا قلت هذا منذ قليل بفضل الله تبارك وتعالى في حالة الرفع أقول هذان مدرسان وهتان مدرستان في حالة النصب أقول رأيت هذين المدرسين وهتين المدرستين في حالة الجر أقول سلمت على هذين التلميذين وهتين التلميذتين بالنسبة للرفع في حالة التثنية أقول هاتان أختايا أو هاتان مدرستان للجمع المذكر والمؤنث هؤلاء هؤلاء تطلق على الجميع أقول هؤلاء أولاد هؤلاء فتيات بالمد في لغة الحجازيين وبالقصر في لغة بني تميم يعني عند أهل الحجاز وهم الذين نذل بلغتهم القرآن قال هؤلاء هؤلاء بناتهن أطهر لكم في لغة في لغة بني تميم القصر يقول هؤلاء هؤلاء يعني بدون همزة هذه لغة من لغات العرب يعني وليستها من جملة الإشارة وإنما هي حرف جيابه لتنبيه المخاطب كثير مننا أو ممن يدرس هذا العلم الشريف أنا بعض المدرسين يعني أقول هذا اسم إشارة وهذا خطأ اسم إشارة ذا فقط إنما الهادي للتنبيه لتنبيه المخاطب على المشار إليه يعني ولذلك أقول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر يعني أشر بذا فقط للمفرد المذكر قل ذا أخي طب إنما إذا قلت ها هذه ليست من اسم الإشارة في شيء وإنما هي للتنبيه يعني لتنبيه المخاطب يعني ولا كذلك أيها نلاحظ إن هذا ممكن تسقط الها أقول ذا أخي وهنا تسقط جوازا لكن لما أقول ذلك هنا تسقط الها وجوبا لأن الها لا تتسمع مع الكاف يعني لا نقول ها ذلك فهنا تسقط الها وجوبا ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك يعني ما قل كلمة غلامك هذه الكاف كاف اسمية لأنها في محل الجر المضاف إليه في قوله سبحانه وإن نكل على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وإنك هذه الكاف في محل نصب اسم إنا وإن لك لأجل غير ممنون هذه الكاف في محل جر باللام يعني فهذه كاف اسمية لكن الكاف الواقع بعد اسم الإشارة كاف حرفية فانتبهوا إلى هذا الفرق الدقيق إذا الكاف في اسم الإشارة يعني مثلا ذلك ذلك ذلكما ذلكم أي كاف بعد اسم الإشارة تكون أو تسمى يعني حرف لكن الكاف بعد غير اسم الإشارة اسم يعني لكن العجيب هذه الكاف الحرفية تتصرف نفس تصرف الكاف الاسمية يعني نقول مثلا في الكاف الحرفي ذلك ونقول مثلا في الاسمية إنك قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ذلكما مما علمني ربي هذه الكاف أيضا اللي وقع بعد اسم الإشارة كاف حرفية والميم والآلف دلان على التثنية كما تقول إنكما إنكما مجتهدان إنكما يبالحظ الكاف هنا اسمي لأنها وقعت اسم الإنة والماء والآلف دلان على التثنية طيب إنكم مجتهدون أقول ذلك إذن أي كاف بعد اسم إشارة يا أولادي تسمى كاف حرفية لكنها تتصرف نفس تصرف الكاف الاسمية قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز فذلك الذي لم تنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم طيب يقول إياك أن تظن أن الكاف في ذلك اسمية لا هي كاف حرفية بعكس الكاف في غلامك لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع يعني ممتنع في اسم الإشارة لكن الكاف الاسمية ممكن أن تكون مخفوضة عن مجرورة بالإضافة أقول مثلا هذا قلامك أو هذا ولدك فالكاف هنا في محل الجر مضاف إليه لكن هذا ممتنع في الكاف التي تكون في اسم الإشارة طيب واجب ترك اللام في ثلاث مسائل إشارة المسنة ترك اللام نحو ذانك وتانك يعني لما يكون في إشارة المسنة أولادي تمتنع اللام اللام لتدل على البعد والكاف دي حرف الخطاب فلما تشير إلى شخص قريب تقول هذا طيب متوسط تقول ذاك بعيد تقول ذاك وتأتي باللام هذه اللام تسقط في حالة التسنية لا تقول ذا للك لكن القرآن نقول فذانكما برهنان فذانكما برهنان من ربكم فذانكما لكن لا تقول ذا للك يعني لا تأتي اللام أبدا يعني إشارة الجمع في لغة من مده يعني كلمة هؤلاء لا تقول هؤلاء لك في لغة من مده اللي هي لغة الحجاز أيضا يمتنع تمتنع اللام كذلك كل اسم إشارة تقدم عليها حرف التنبيه يعني أقول مثلا يعني لا تقول هذالك طيب ما اسم إشارة تقدم اللام تمتنع لماذا لأنها تدل على المشارة لها قريب يعني ولم تدل على البعد فلا يكون المشارة له قريبا بعيد فأل واحد فهنا لأجل هذا لا يجوز الجمع بين الها واللام لا تقول هؤلاء لك ولا تقول مثلا هذالك لا يجوز يعني هذه المواضع التي يعني تحدث عنها الشيخ رحمه الله يعني في امتناع اقتران اسم الإشارة باللام وهذا الدرس أو أسماء الإشارة تسمى عند النحا أسماء مبهمة لأنها لا تتعين إلا بالإشارة فهو اسم مبهم لا يتعين إلا بالإشارة ولذلك تجد في القرآن الكريم إن هذا أخي له 99 نعجة لا بد من الإشارة يعني طب إذا لم يشر المخاطب لا يعرف من يقصد المتكلم فلأجل هذا ينبغي أن الإنسان إذا تكلم باسم الإشارة لابد أن يشير للمخاطب حتى يتبين للمخاطب من الذي يقصده بالإشارة إليه أسأل الله الكريم المنان أن يرزقن وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر ودعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته